بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله عليكم جميعا بالأمن والأمان والحفظ والسلام أغتنم هذه الفرصة أن شوف تاريخ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأحداث سبقة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أولا تاريخ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثته أو أنزل علي فيه اللي هو إنزال الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بمكة المقرمة في شعب أبي طالب ويسمى أيضا بشعب بني هاشم لحصار كريش لبني هاشم فيه ببداية الدعوة كما يسمى أيضا بشعب أبي يوسف يعرف الآن بشعب علي وهو أحد الأماكن التي سكنها بنو هاشم قبل البعثة ويوجد في هذا الشعب الآن مكتبة مكة المقرمة يقال إنه بيبعد عن المسجد الحرام بثلاثمائة متر بثلاثمائة متر استبشر جده بمولده وأدخله الكعبة وشكر الله تعالى ودعاه وسماه محمدا مع أن هذا الاسم لم يكن معروفا عند العرب وقام بختنه إحنا عارفين الختان للذكور سنة في اليوم السابع من ولادته طبعا إحنا فيه أحداث سبقت مولد الرسول صلى الله عليه وسلم عارفين إن العرب كانوا قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا بوثنية كبيرة وعبدوا من دون الله تعالى آلها حتى تجلب لهم النافع وتدفع عنهم الضر وكان في كل ناحية من شبه الجزيرة صنم خاص بها بل وجعلوا في داخل الكعبة وما حولها ثلاثمائة وستين صنما وكان بعضهم يعبد الحجر والملائكة والجن والكواكب لقدرتها وتأثيرها يعني معنى قدرتها وتأثيرها اعتقاد منهم بذلك لكن أراد الله سبحانه وتعالى بعد هذا الظلام إحياء البشرية وإكرامها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك حدثت بعض الآيات العظيمة التي سبقت مولده لتكون دلالة على قرب مولده ومنها قصة أصحاب الفيل إحنا عارفين أبرها اللي هو من ملوك اليمن وبنى كنيسة وسمها قليس ليحج العرب إليها عوضا عن الكعبة وأقسم بهدم الكعبة وفي طريقه نحو إليها أخذ يقاتل القبائل التي كانت تعترضه وعند وصوله لمشارف مكة طلب من جنوده منادات شريف مكة ليخبره بنواياه في هدم الكعبة اللي هو عبد المطلب فدخل عبد المطلب على الملك أبرها ولما رآه الملك عظمه وأكرمه فقال له عبد المطلب إنه يريد استرداد بعيره التي أخذها جنود أبرها وقد استغرب أبرها من عدم منع أبي طالب له من الوصول إلى الكعبة لأن طبعا يا جماعة نحن عارفين إن أبو طالب قال لهذا البيت رب سيحميه ثم خرج من عنده وطلب من قريش التفرق في الشعاب ولما أراد أبرها دخول مكة توقف الفيل عن الحركة باتجاه الكعبة وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطير الأبابيل لقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم قعصف مأكول أما أبرها فصلت الله تعالى عليه مرضا والعياذ بالله يأكل جسده وبقي يتساقط حتى وصل إلى اليمن ومات وكان لقصة أصحاب الفيل الأثر الكبير في نفوس العرب من الهيبة والتعظيم للحرم وزيادة حرمته في قلوبهم وأصبحت القبائل الأخرى تهاب العرب وكريش لدفاع الله تعالى عنهم ورد عدوهم وأحنا عارفين في الملخص الأخير ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بالتحديد في شعب أبي طالب في يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول وقد سبقت ولادته أحداث هامة مثل قصة أصحاب الفيل اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إن احنا نعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا مانع أبدا إن احنا نحتفل بإدخال السرور على أهل البيت بشراء الحلوى ما فيش أحلم من مناسبة ذكرى مولد الرسول وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر